اشتركوا اخوان اليوم عنا طريقة برمجة ريموت السمارت للشاشات محل عمار للسطريت هاي الريموت هسه فيه انه خطوطين فيه انه خطوطين لبرمجة الريموت اولش منكبس ست مع الكبس الحمرة رح يضوي ضو بعدين منكبس منوجه العدسة على الشاشة ومنكبس على الكبس الحمرة ها الريموت رح ضل يرمش لازم الشاشة تعطينا ايش طوطاية الصوت اول ما تعطينا طوطاية الصوت تكبس على السد كل شاشة حسب استقبالها اذا ما زبطت معكم من اول مرة بتجربوا ثاني مرة وثالث مرة ما في مشاكل احنا هيك منعمل برمجة للريموت مع الشاشة ها الريموت سمارت بشغل هي اعطانا ايش طوطاية الصوت هاي اول خطوة ما زبطت منرد من نكرر كمان مرة منضغط ست ست وباور مع بعض منكبس على الباور مرة ثانية هاي زبطت هاي بتردو بتشيكو على الريموت لما يعلي ويوطي وعلى كبسة الصورس يا اخوان هاي بتغيرو HD12 هاي بتغيرو فيديو اهمش الطف الرسيفر لما تعملوا برمجة للشاشة عشان ما يتوالف مع الرسيفر وهيك مية مية محل عمار للساتيلايت تلفون 078 513 7834 وهي اغلب الموديلات اللي بيشغلها الريموت هاي الانواع اللي بيشغلها الريموت تقريبا فوق الميت موديل هاي بيشغلها هاي بيشغلها اغلب الموديلات